هذا اقتران متشعب بأضخم شكل ممكن من اقترانات المتشعبة بدنا ندردش شوي بتفاصيله كبداية بداية الفترة ونهايتها هم الأطراف وهدول بيكونوا شغالين من جهة وحدة يعني هون الـ X شغالة بس على الأكبر من السالب 2 فش على الأصغر من السالب 2 ودائما الأكبر بيكون اليمين نيجي على السبعة اللي هي نهاية الفترة شغال أنا من الأصغر والأصغر هو اليسار نيجي عن نقطة 2 نقطة التحول اللي موجودة بأكثر من اقتران جو نفس الاقتران اللي بتحدد خطة سير كل نقطة هون أو هون من اليمين ومن اليسار كيف ننفهمك إياها؟ سهلة الـ X أصغر هي اليسار والـ X أكبر هي اليمين يعني لا هلأ كل X أكبر هي اليمين وكل X أصغر هي اليسار طب مين النقاط المهمة زي ما حكينا؟ يا نقطة عادية تعويض مباشر ورح أبدأ فيها كشرح يا نقطة تحول بتكون بدي يمين ويسار زي الاثنين يا نقطة طرف سواء هاي أو هاي اللي نشتغل من جهة وحدة خلينا نشوف نهاية الـ X تقترب من السالب واحد السالب واحد تقع بين السالب اثنين والاثنين إذن هاي بتكون نهاية عادية لما X تقترب من السالب واحد واتذكر الملخص قبل شوي حكيناه قبل أقل من ربع ساعة لسه ما لحق تنسى السالب واحد نقطة عادية تعويض مباشر مين الاقتران اللي شغال عندها هو الـ X تكعي إذن سالب واحد تكعي جوابها سالب واحد خلصنا آه خلصنا نيجي على نهاية الخمسة من جهة اليمين الرقم خمسة أيضا نقطة عادية أستاذ كيف عرفت ولا إشي الخمسة تقع بين الـ 2 والسبعة إذن نقطة عادية مين اللي شغال عند الـ 2 والسبعة 4X ناقص 2 الأصل في النهاية التعويض 4 في 25 ناقص 2 18 خلصنا نفهوم النهاية بالنسبة للنقاط العادية نيجي على نهاية الـ X تقترب من الـ 2 الـ 2 هي نقطة تحول أو نقطة تشعب هاي النقطة تفحص كنهاية من جهتين جهة اليمين وجهة اليسار إذن كبداية نبدأ بدنا نهاية F of X لما X تقترب من الـ 2 من جهة اليمين وبدنا نهاية F of X لما X تقترب من الـ 2 من جهة اليسار مش تقرأ ليها موجب وسالب هاي جهة من اليمين ومن اليسار مين الاقتران اللي شغال على يمين الـ 2؟ ومين الاقتران اللي شغال على يسار الـ 2؟ نرجع نحط لك الرسمة ونغير اللون هون مشان ننقولهم زي ما كانوا فوق جهة اليمين للـ 2؟ اليمين للـ 2 اللي شغال فيها 4 X ناقص 2؟ واليسار X تكعي بأكد كمان مرة وهيها قدامك على سكرين ريكورد وأكيد حتكون قدامك على الدفتر لما تكتب الدفتر زي ما حكينا نكتب السؤال ومنبلش شغل على الفيديو بعد استماعنا لإله كامل أول مرة بعدين منبلش نحل ما بديهم بصل محروق أول بصل محروق أول ما يشوف السؤال لا لا هذا بعرف من الأول الثانية بيبوقف وببلش أول أحل لا لا اسمع المصطلحات بعدين ارجع عيده مرة إعادة بتكون فيها إفادة بإذن الله نيجي على الـ X تكعي والـ X 4 X ناقص 2 2 في 4 8 ناقص 2 6 هي جهة اليمين 2 تكعي بـ 8 هي جهة اليسار بما أنه اليمين لا يساوي اليسار في هاي الحالة تكون النهاية غير موجودة عنده X تساوي 2 هذا ببني عليها بعد جزئين من هذا الموضوع لما نيجي نقولك إفحص قابلية الاتصال وإفحص قابلية الإشتقاق عنده X أو X عفوا أن تساوي 2 ما بدي تقعد ساعة وأنت تفحص بقابلية إشتقاق خلص النهاية غير موجودة إذن غير متصل إذن غير قابل للإشتقاق زي ما حكينا في الدياقرام اللي موجود هون ومنرجع له كمان مرة أول بداية الشغل هي أهم شيء موجودة نحكي في الموضوع هاد ومنحكي في الموضوع هاد غير موجودة خلص غير متصل وغير قابل للإشتقاق لا تنسى الموضوع يلا علي بعده هاي الأفكار الرئيسية هون نيجي على السبعة من جهة اليسار لو طلب X تقترب من السبعة ولم يحدد يمين ويسار سأيت بدعم اليمين وبالدعم اليسار لكن بما إنك انت حاكي لي السبعة من جهة اليسار هاي السبعة من جهة اليسار شغال 4X-2 الأصل في النهاية التعويض 4X-728-226 خلصنا هك طب لو طلب السبعة من جهة اليمين والله السبعة من جهة اليمين غير موجودة ليش يا أستاذ لأنه ما في X أكبر من سبعة أنا عندي بس X شغالة من جهة الأصغر من سبعة طب لو طلب X تقترب من سبعة بدون ما يحدد يمين ويسار الأصل أنا أعمل يمين وأنا أعمل يسار في الفرع رقم أربعة اعملنا اليمين وطلع الجواب ستة وعشرين طبعا يجب كتابة الرموس بس هم نحكي عن المبدأ فرع رقم خمسة طلب اليسار وجينا اطلعنا على اليسار قلنا والله يا أمي اليسار غير موجودة ما فيش يسار للطرف إذا نضرب بريك خلص النهاية غير موجودة عند X تساوي سبعة يمين ويسار واتصال واشتقاق كله صفة رايح غير إذا طلب من جهة واحدة وهي النقاط المهمة مشان هيك إحنا منحكي كيف نتعامل مع الأساسيات أستاذ كمان مثال على المتشعب يعني حلو لطيف انت بلشت في أضخم سؤال حطيت أطراف وحطيت نقاط عادية وحطيت نقاط تشعب ليش؟ مشان لما يجيك مباشرة زي هيك ما تتغلب بسم الله F of X X تربيع ناقص أربعة على X ناقص اثنين لما X أكبر من اثنين والX أقل من اثنين شغال عندها الX تربيع إذن هاي هي جهة اليمين وهاي هي جهة اليسار بالنسبة للاثنين حكينا الأكبر هي اليمين الأصغر هي اليسار لو طلب X تقترب من ثلاث الثلاثة جاي على المنطقة الأكبر من الX أو الأكبر من الX هون أو الX أكبر من اثنين نيجي منعوض ثلاث تربيع 9 ناقص أربعة خمسة على واحد إذن الجواب خمسة خلصنا لو طلب عند الصفر الصفر أصغر من اثنين صفر تربيع صفر وخلصنا لكن راح طلب عنده X تساوي اثنين اللي هي نقطة التشعب أو نقطة التحول واتفقنا لما يطلب نقطة التشعب أو التحول أنا بعمل يمين وأنا بعمل يسار طب بعد ما أعمل يمين ويسار كرموز شو عروح أعمل هسه بوري مين اللي شغال على اليمين وبوري مين اللي شغال على اليسار الاقتران اللي شغال على اليمين لما الX أكبر من اثنين هو X تربيع ناقص أربعة على X ناقص اثنين الاقتران اللي شغال على اليسار لما الX أصغر هو X تربيع الأصل في النهاية التعويض اللهم اجعله من أهل اليمين بس اليسار سريع 2 تربيع 4 طب اليمين يا أستاذ 2 تربيع 4 نقص 4 صفر على 2 نقص 2 صفر ها دقيقة والله يا أستاذ شكرا احنا كنا وينقول لك النهايات شو دخلها بالشغل شو دخلها بالأمور هسا جوا سؤال النهايات تبع المتشعب اللي راح يصير ايه بحث قابلية الاشتقاق عندها اكس تقتر من 2 أو تساوي 2 سأيت هناك ما تيجي تقولي شو اللي صار لا لا هيوه هي اللي صار صفر على صفر جوا النهايات بدنا نحلل واتفقنا انه الطابق اللي فوق هو فرق بين مربعين كيف منحلله منفتح قوسين اكس ناقص 2 واكس زائد 2 الطابق اللي تحت اكس ناقص 2 هاي ما هاي بتروح صفت عندي نهاية اكس تقترب من 2 لا اكس زائد 2 اثنين زائد اثنين اربعة اليمين اربعة اليسار اربعة اذا النهاية لأفرف اكس لما اكس تقترب من اثنين موجودة وتساوي اربعة هيك انا بقدر ابني عليها اتصال وبقدر ابني عليها قابلية اجتماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة